السلام عليكم اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة انا دكتور محمد عادل سوف اخذكم خلال الكورس الميكروبيولوجي والبارسايتولوجي اليوم سوف نبدأ بمحاطئات التي هي الانتيريكس نبدأ بالبداية سوف نأخذ فكرة عن الانتيروبكترياسي وسوف نأخذ مالدها ثم نأخذ ثلاث انواع من الانتيروبكترياسي سوف نأخذ كل واحدة سوف نبدأ سوف نبدأ ما هي الانتيريكس هم عبارة عن الانتيريكس من الانتيريكس ما هي الانتيريكس في الانتيريكس في الانتيريكس موجودة لدينا هذه البكتيريا عيشة بدون ما تسبب امراض بالعكس لأن هذه البكتيريا التي تعيش في جسم الإنسان ولا تسبب لأمراض يسمى نورمال فلورا يعني دعونا نفرضها لذلك هذه الأمعاء أو أي واحد بنا إذا نزوم على فد الجسم سوف نجد بكتيريا هذه البكتيريا قسم منها تنتج قسم منها تكون مفيدة لأنها ستترسلي هذا المكان بحث إذا فدتتين غير بكتيريا ضارة لا تستطيع تتكاثر لأن منافسة على مصادر الغذاء والمكان بمعناها هذه البكتيريا ستحميها من غير أنواع البكتيريا فهي مفيدة بصورة عامة لكن هناك حالات نفسها ستصبح مضرة ونمر عليها المهم ما هي الصائرات شكلها رودس رودشيك مثل العصة وهي تكون رودس تكون فاكرة أو أيها أو أيها 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 تحتاجها فكل يعني تتحمل فترات معينة بدون هناك أنواع معينة ما يحدث والأنتيري كلها اسمها الأخ الأنتيري كمتا أعرفها ستكون بطنها الكريشيا السلمونيلا انتيروباكتر الكلابسيلا سيريشيا سنأخذ كم واحدة من هذا خلال هذه المحاضرة البقيعة غير محاضرات الكوليفورم مجموعة كبيرة من البكتيريا انتيريكس تعتبر جزء منها فقط تعرفون الترمينولوجي والأشياء التي تحتاجونها ما نحتاجه من هذا المحاضر هو نعرف انه جزء طبيعي من جي اي تي مارتنا هي عبارة عن قسم بها انايروبس قسم بها ايروبس اهم ان تكون اما موتايل يعني تتحرك لان عدها بيريترايكس فلاجيلة او قسم نون موتايل يعني قسم متحركة قسم ما متحركة اريد اعرف شنو هذي بيريترايكس فلاجيلة اكو انواع من الفلاجيلة يسموها حسب الاماكن مارتها مثلا اذا عدها الفلاجيلة تعرفها اصوات مثل الصوت البكتيريا تتحرك من خلالها يعني اذا يقوم يتحرك وتمشي البكتيريا بهذا الاتجاه اذا عدنا اهنانا فلاجيلة واحدة اهنانا صائرة هاذي يسموها مثلا مونترايكس اذا هي هاي نفسها ادها منانا ومنانا هاي يسموها انفيترايكس و البريترايكس اذا عدها منانا ومنانا على كل جسم هاي البكتيريا اكوف لاجيلة هذي يسموها بيريترايكس فهذا بس حتى تعرفون المعنى هذي الكلمة تكون هي كاتاليز بوزيتف و اكسيديز بوزيتف شو نحفظ على هذه هذان الانزيمز اللي موجودة ببطنها هي مو انتيريكس بها حرف سي فكاتاليز بوزيتف بس بها حرف او لا ماكو حرف او فا اكسيديز بوزيتف اكو قسم بها احدها كابسول يعني هاي البكتيريا تكون محاطة بكابسولة هذه الكابسول اما تكون شبيرة يعني او ثخينة مثلا بحالة الكابسولة اكو قسم تكون لا مو كلش ثخينة مثلا الانتيرو بكتر اكو قسم اصلا ماعدهم يعني نادرة بغير انواع ما احنا نمر لها المهم الانتيريكس كلهم يعيشون زيان يعني اذا نريد نزرعهم فالدش يعني اقار فنستعملهم الماكونكي اقار لها نوع من الذني الاغار اللي نزرع به البكتري اه هسا راح نجي على الانتيجينيك ستركتر اكو ذاني مصطلحات راح نمر عليها خلال كل نوع من البكتيريا حتى نعرف يعني احنا قلنا هسا هاي البكتيريا اما حيكون عدها او لا حيكون عدها ما اسمها طبقة من اللايبو بولي ساكرايد او خذنا نقشرها هنا هاذا تشوفون هذي هذي اللايبو بولي ساكرايد يعني شون لايبو يعني دهن بولي يعني متحدد ساكرايد يعني مثل سكريات يعني شوغرز فهي هاي طبقة تحيط البكتيريا حتى مثل تحميها وتساعدها تنقل مواد الى الخارج والداخل فيسموها ذني وجود هذي الطبقة بالبكتيريا هذي بالانتيركس نسميها سوماتيك او انتيجين حرف او اذا تريدون تحفظوا لايبو في او زين اكو بعض غير انواع او هي نفس الانواع تكون عندهم اسمها كاي انتيجين زين كاي في كابسولر ليش لان هو وجوده يخلي البكتيريا عندها كابسولة دار مدارها هاي كاي كابسول زين هذي تحميها بعد اكثر خاصة تحميها للشسنة يعني من الحوامل المال البيئة المحيطة بهم يكون الانتيركس صرف انه يكون هيت لايبايل يعني مو هيت ستيبل يعني بالعكس لايبايل انه يعني من زيل الحرارة راح تتكسر هذي الكابسولة جيد اكو بعد فتشغلت له اللي هو اتش انتيجينز اللي هو اتش معناها فلا جيلر هذي فلا جيلر اذا تريدو ان تذكروها هذي حرف اتش رسمه ورسمه هنا بكتيريا كأنما تشوفون عندها فلا جيلر هذي حطوا خطبياتهم يصبح الحرف اتش اوكي فاكو قسم مثلا بكتيريا تكون ماعدها اتش انتيجين فنستنتج انه هذي البكتيريا ماعدها فلا جيلر يعني تكون نون مو تايلر احنا اذا نرجع اكو قسم عندهم نون مو تايلر فهم ذلني نو اتش انتيجين اوكي هسه راح نمر بعد على كلاسفكيشنز اكثر اللي هو شنو حسب شنو نقسمها حسب البيو كيميكال بروبرتيز وحسب الانتيجينيكستركتور الانتيجينيكستركتور اللي اخذناها بلاكتراج وهذه مثلا اشياء اخرى يعني ما اقول ما راح نمر عليها صراحة هواية فخلينا بدي بسبب اول نوع اللي هو الاسكريشا كولاي او اي كولاي هل تنكتب اختصارا فاستل نتجح عليها اي شنو تقولون الاي كولاي اللي هو نورمالي رزايد in the colon without causing a disease يعني شنو they are considered as a component of the normal flora of the human GI-T مثل ما قلنا بالسلايد الاول ثين لعد هي هاي البكترية شون نخليها تسوي ديزيز ثين خلنا نتخيل هسا هاي البكترية هنانه هذي البكترية بكترية اوكي وقاعدين هي هاي خلنا نرسم الها وجهة حتى السهي بال GIT فالمفوض بصفها دار ما دارها كومو بكترية اوكي بحيث متى تقدر تنمو هاي بصفها كومو فنحن شون نخليها اقوى من ذني اما نطيها various factors تخيلوا يعني مثلا نطيها safe اوكي خلنا نتخيل هي كلمة various factors اللي هي عبارة عن safe بحيث هي تقدر شسمها فراح شنو راح تقدر تنمو اكثر من بقية وصير scosis disease او الحل الثاني انه لا انوخر ذني يعني هي تروح بغير مكان مثلا مكان ما بيه فلورا مثلا تروح البلدر اوكي بدلا ما هي انتستنز راح تلي البلدر البلدر فارغة ما كوية بها بكترية زين فشسمها هي همين راح تنمو واحدة فها عدنا خيارين اما نطيها various factors او and change location اللي هو صير فارغ فأسا راح نجي شنية هذن يعني هذا شون ممكن نطيها شون ممكن من هي تكتسبة البكتيريا الايكولاين كيف تنمو ايكولاين كيف تنمو ايكولاين فاكتور هناك كبير دي انا كبير ايكشانج بين انتيركس يعني مثلا هذه البكتيريا قاعدة كل ما بيها تتيغ البكتيريا سواء همينها ايكولاين او غير النوع جيد هذه هذه لنفرض فاكتور فاكتور راح تطيل عن طريق دي انا مالتها يعني تحلمها ماذا نتسوي لها فاكتور 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 دي انا وهو عن طريق كونجوجيشن وث بلازميد تعرفون البكتيريا بداخلها مالتها دي انا الطبيعي وكان مجموعة من دي انا معزولة واحد يسموها بلازميد 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 هذه عادة فاكتور تنخذن بطن البلازميد حسن البقية اللي هي مهمة بالربوضاكشن و يعني انقسام ما للخلية ما للبكتيريا والمواد التي تصنع بها الحائط يعني والذن بلازميد لكن فاكتور 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 تقريبا تقريبا مثل البكتيريال سكس يعني تأتي بكتيريا وتأتي بكتيريا يعمل مثل بياناتهم وتنتقل المواد من واحدة فهذه ستكتسب أشياء أو بالعكس هناك ثم ثم تتذكروا ما هو البكتيريوفيج ما هو البكتيريوفيج يسمى البلحم البكتيري وهي مثلا هذه بكتيريا أجل عليها هذا الفيروس الذي يسمى بكتيريوفيج هذا ما هو دعونا نفرض هذا الـ DNA ما هو البلازميد ما هو البكتيري وهذا أجل الفيروس دعونا هذا الـ DNA مات من دابل مات هذا يروح بعدين تنينو في الـ DNA مال الفيروس تتجمع وصير شسمه يعني تصير بطنها يعني تصير فيروسات بعد بعدين هاي تموت وتطلع الفيروسات هاي الدورة الطبيعية بس يكون مرات ما يحدث الـ DNA مال هذا الفيروس اللي هو يفيد يعني يقعد هنا يعني يتحد ويهي البلازمان ما البكتيريا ويطيها في الـ مالفيروسات فهي واحدة من العوامل اللي هو تكتسب منها مالفيروسات او أكفد شغلة تلوخ اسمها دعونا نرجع اللحمة Direct Transposon Mediated DNA Insertion هاي سننكمل أكفد يعني بالنضمن الـ DNA أكفد أنواع من الجينات يسموها ترانسبوزون هذه تكون يعني شون حدها القابلية انه تتحرك بنفسها وتغير بنفسها دعونا نفرضها تساعدنا هذا مالفيروسات 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 دعونا نفرض هذا الجزء مننا أكفد شغلة اسمها هذا الجزء هذا الجزء هو Transposon دعونا نفعل هاي هاي كل هذا الجزء هاي هذا يعني من خلية تقسم أو يمكن يفصل من نفسه ويذهب مثلا يشكل نانا أو يعكس نفسه مثلا هذا الجزء الأشود يصبح من نانا والبقية يصبح خضر هذه من نصر تحورات نفسه هم يعرض نفسه أنه يصل لطفرات ممكن طفراتكم مفيدة للبكتيريا أو ممكن لا بس المهم بالنسبة للبكتيريا مفيدة أو ممكن تغير مكانها فتغيرت فتغيرت وظيفة جديدة هذا أكثر ما نجدها بالنسبة هذه البكتيريا تحويرها ليس كل مرة يأتي مثلا مثلا المكسلين كل مرة يأتي هذه فكرة تحور يجب تحويرها ممتاز هذا يعني تحويرها بسبب هذا التغيير مثلا قامت تطلع عدها مثلا هنا 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 فد بروتين معين هذا البروتين يقاوم الأموكسين مثلا مثلا سبيل المثال حتى تعرفون ماذا صار بين بكتيريا وبكتيريا وهذا هو الفيروس وهذا يعني من إسكريتيا كولاي اللي وقلنا سيف في هذا يمكن حدث حتى تستطيع حدث 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 ماذا تنتقل لكن ما نعرف ما نعرف تصبح البكتيريا مثلا نضع مثلا جي اي تي أو البلدر لا ميكوزة تحيط فإذا حصل تساعد ميكوزة يساعد ميكوزة تقدر تشكل جيد بحيث تقدر تنمو هنا وتتكاثر على هذا الميكوزة مثلا ميكوزة ميكوزة يعني الالتصاق بالميكوزة عن طريق يعني يشفى الشيطات الطالعة منها مثل الأصابع حسن فتلزق ويصبح تنمو هنا يسمى كولونيزاشن فاكتر لأن تستعمر المكان بحيث تطهير تنمو انترستيشيال ابثيليل سيلز ابثيليل سيلز اللي هو يعني ميكوزة هناك بعض شيء غير اللي هو إكسوتوكسن 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 اللي هو يعني هاي البكترية قاعدة كشما بها تقوم تفرز لبرا توكسن مزين لهذا اسمه إكسو لأنه هنا تطلع برا الجسم هيت ستيبل أكو اللي هو يعني يتفلش إذا تجي حرارة أو هيت ستيبل لا هذا يقاوم الحرارة مزين توكسن اللي هو يعني يعني ستيبل توكسن مثل منو إذن توكسن أكفد واحد اسمه شيقلايك توكسن أوكي أكفد نوع الآخر من توكسن اللي هو إندو توكسن ماذا؟ يعني هذه البكترية عايشة عادي ما بها شيء بطنها المواد الجسم يعتبرها سامة توكسن خلن نفو هذه البكترية لا تقدر تطلع برا الجسم المالتها الأكسو توكسن يعني عفوا التوكسن مالتها لا تقدر تطلع برا الجسم البكترية مالتها فلازم شنو؟ لازم أما تموت أو تنقسم يلا يطلع مثلا خلن فرض ماتتها البكترية أوكي يعني 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 اللي بداخل هالتوكسن قام يطلع برا هذا يلا تسمع صار توكسن بالنسبة لنا فسمينا إندو توكسن مثلا لبيد أي بورشن اللايبوبوليساكرايد هاي هاي هو هذه المادة موجودة من ضمن جسم البكترية من تطلع برا الجسم البكترية يعني تصغير بجسمنا صغير سامة أكو بعد شغل تطلق اللي هو Iron Binding Sidorous 4 اللي هو يعني يقوم البكترية تحصل الحديد من ما اسمه من مالتها ترانسفرين أو اللاكتوفرين تعرفون ترانسفرين اللي هو فد بروتين ينقل الحديد من جسمنا من منطقة لمنطقة جميل فهي هذه إذا البكترية يصير عندها Iron Binding Sidorous 4 سوف تقدر تأخذ الحديد من هذا الترانسفرين حسن حسن ليس صارت أخاف صعبة عليكم بالحفظ فسويتكم هنا بصورة هذه بكترية سويتها تشكلها حتى تذكرون هوفيرينيس فاكتور حسن هذه ميوكس و أدهيرنج يعني ميوكوزال انتراكشن لازمته هذا الشغلة الأولى الثانية 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 هذا 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 الثانية وهذا الثانية ثم ثم Iron Binding Sidorous 4 وهذا هذا في سيدرس 4 هذه ثالثة حتى تحفظوها إذا أحد يسألكم كنت تذكرون هذه الصورة وتسمعوها جيدة جيدة حسنشك وماذا تحصل تحصل وماذا تحصل حتى تعمل النظام ماذا تصبح وماذا تحصل النظام يصبح أو ي، في أولا مؤمنين من أجل نفس الأشخاص وإنفكشن تعطيل العجنية يعني أن تذهب إلى العجنية ما هو مثل البلدر أو الكيدني أو يوريتر ويجعلها إلى التهاب وإنفكشن وذلك سأخذهم منها ديارية ويوجد في مكانها بالجي اي تي وصدت أقوى من الباقي الفلورا وقامت بتكاثر أكثر منهم وصوتت له آجة ناتلما ننجايتوس التهاب السحية أو نتعلم بسبيات وهو سبسز انطشت بلدها من البكتيريا وقامت تتكاثر وهذا يعني على الأغلب يموت الشخص هذا الصيله سبسز وهو ما نصر بالدبريايتد دولة المناعتهم ضعيفة وقاعدين بالمستشفى الآن سنأتي على كل واحدة ونشرح قليلاً عليها الوراناتاركت انفكشن الهو الوتي اي هو اي كولاي هي الموست كومن كوز اي كولاي أريدكم كلما تتذكرون اي كولاي تتذكرون اي كولاي لازم يعني تتذكرونها برهاب يعني عندما تذهبون سأقول لكم هذه المعلومة جيد 90% من الأولى الوتي اي في الوتي اي في الوتي اي عادة الوتي اي وين نصر نلقاها أكثر شيء بالفيميلز قاصة اليونج ايج ليش؟ لأن اليورثرامة الفيميلز تكون قصيرة في القبل تفوت بينما اليورثرامة الميل أطول شوية تتأخر يلا تفوت يعني على الأغلب ما تكمل للأخير في جسمها مثلا يطلع اليورن ويغسل المنطقة وها هي فتوقع البكترية بس بالفيميلز توصل بسرعة البكترية فنقاها اكثر شيء باليونج وومن او البيشنت اللي حاطيهم كاثتر باليورثرة الكاثتر مثلا خلنا نفرض سواء ميل او فيميل فوضناها لكاثتر هذه تعتبر فورين بادي تجي البكترية تقدر تلتصق بيه وتنمي عليه او ممكن هي اصلا احنا ندخل البكترية اثناء من فوت الكاثتر فهذا ان يدولش نوعيته من الناس وما اكثر الناس يصبح لديهم يوتي اي وهذا يقول لكم تسعين بالمئة او الوتي اي يتكون اما السيستايتس اللي هو يعني بس بالبلدر خلنا نرسم الجينتو يورينيو تراكت هيا عدنا البلدر اوكي وهنا اليورثرة بعدين عدنا منا اليوريترز اوكي بعدين عدنا تيجي الكيدنيس هاي الكيدنيس فاذا اجدتي بس اهنان البكترية قاعدت اهنان هذي يسموها السيستايتس هو الطريقة إذا وصلت للكيدني ساموها الطريقة 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 النوبية كدنية items لماذا تقوم بتصوى واحدة هنال المحافظة يؤدون данير متقيق المحافظة تطين التار poder القيامي الآن هيمولايزين و بلازميد ميدياتي الانتبايتكس يعني هما تتحصل من دانيل سوالف عن طريق هذه الأشياء تقوم تحصل مقاومة للبتالاكتام الانتبايتكس اللي هما مثلا بتالاكتام منهما الاموكسلين وجماعته فهي صارت الانتبايتكسلين يعني دانيل ستساعدها انه تقعد بالـ UTI دانيل الانتبايتكسلين دانيل الانتبايتكسلين ما نسميها؟ يورو باثوجينيك اي كولاي لان هي اي كولاي تستوي لباثوجينيسس يعني تستوي لمرض باليورو يعني بالقناة البولية خلصنا الـ UTI هسا نحن نجي على الـ خلصنا هذا هسا نحن نجي على الديارية وراها الديارية راح نشرح شوي بها اكثر لان حجوة الموضوع احنا كلش حلو الاسكريشيكولاي ديارية may affect infants or adults زين؟ ما تفرق عندها about 5 million children die يموتون كل سنة خمس ملايين طفل يموتون من ورا الاسهال اللي سببها اي كولاي ليش؟ لنستعدهم جفاف دياريشن لان من قد ما يسوي ديارية اسهال ورا اسهال ورا اسهال راح يخلص مت الجسمة السوائل يعني في جسمه في يصيل الشسمة دياريشن اكفد نوع خاص من الديارية يسموه ترافلرز ديارية مزين؟ يعني الاسهال الترافلر يعني الشخص اللي الرحال خلنا نقول اوكي اللي ينتقل من منطقة المنطقة اللي يسافر هوايه عادة بالأدلس بسمنا بالتلدرن من هما اللي هما يسافرون من دولة ديفلوبت مثلا خلنا نفرض من أوروبا او من أمريكيا يروحون الى دولة اندر ديفلوبت مثلا يروحون ال افريقيا او مثلا جنوب آسيا او هكذا دنيا الدول اللي هناك او فيصرعدهم يعني هذولاك ديفلوبت ما عادهم هيتش بكتيريا فمن يروحون هالمنطقة مثلا يشربون من المي مال هذي الدولة اللي هي بعدها نامية راح يصرعدهم شي اسمها اسهال لان تجيهم مثلا ايكولاي او هي مو شرطة ايكولاي ترى تسويلي ترافلر زياري اكو بعد حتى السلمونيلا وغير انواع يعني هم من يسويلي ترافلر زياري بس يعني احنا على هذا موضوع فيصرعدهم ترافلر زياري اسمها الاخ اللي هو مونتزوماس رفنج هذا المرض ترافلر زياري يعني الانتقام مع المونتزوما من هو هذا مونتزوما يعني هايش راح نطلع شوان من الموضوع بس حتى مثل رفرشمنت مونتزوما اللي هو هذا فد واحد من ال امبراطور القديمين يعني من بالمكسيك القديمة يعني قبل ايها تعرفون دولة المكسيك بعدين جيت تيها ذول الاوروبيين البيض جوي بامريكا والمكسيك ويعني صارت مثل هذي الحب استعمار مالتهم زيان فاحنا من يعني اكو هناك واحد هو اسمه كان الامبراطور بالمكسيك مونتزوما من جوي ذول من ديفلابت كنتري اللي هو اوروبا راح حول الاندر ديفلابت اللي هو المكسيك صار عندهم اسهال وهذه فقالوا هذا الانتقام مال هذا مونتزوما فهم اسموا الوارض عليه هسا راح نكمل بعد اكو احنا صحقنا هاي الديارية واخدنا فد معلومة سريعة عليها بس راح نفوت بعد اكثر بالتفصيل ليش؟ لان اكو اكثر من نوع من الديارية تسويليها لإيكولاي زيان حسب شنو السيفيرتي مال إيكولاي ديارية 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 وانا 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 يعني حسب هاي البكتيريا شه تحصل فاكترز ستسوي عنها انواع مختلفة من من التوكسنز او الغازية من الديارية جيدة اللي هو مثلا انتيروتوكسيجينيك اسكريشيكولاي اللي هو يعني سامة اكثر أو انتيرو همورجيك يعني شنو تسويلي همورج يعني سويلي نزيف بالجائعات مالتي أو انتيرو انفيسيف اللي هو تسويلي تحتلي يعني تكون انفيسيف تحفر بالجائعات وتسبب لي امراض أخرى زيانا سنمر لهم توكسيجينيك والهيمورجيك والانفيسيف راح نفوت على كل واحدة الانتيروتوكسيجينيك ايكولايشينية خلنا تخيلها هذه واحدة هذه البكتيريا زيانا هذه توكسك خلنا نرسم واحدة يعني شكل واحدة توكسك ما نفوت توكسك هي هذه ما هي بالجائعات نرسم لها وهمنا لها الاكزو توكسن يعني شنو نرسم لها بطل مال توكسنز فهذه حتى نحفظها كما نضحها وحضرتها التوكسن اللي هو الاكزو توكسن اوكي اللي هو الاكزو توكسن ما عطيها يكون هيت لابايل وحضرتها هذين مثل يشبه فيبريا يعني المرض سيشبه المرض للمشيك الكوليرا هذه المشيك الكوليرا سيشبه المرض للمشيك الكوليرا يلحق المرض للمشيك الكوليرا يلحق المرض للمشيك الكوليرا نحن نتصل إلى جسم المرض للمشيك الكوليرا يلحق الماء الواتر حفظوها وينما يروح الصوديوم يروح وراء الماء وش نسوي السكريج هاي هاي نسوي بالطبيعي هذي رح تجي البكتريا تذب هذي الدوكسين رح نمنع هذي العملية يعني الصوديوم ما رح نقدر نمتصل رح يبقى اهنا الصوديوم وينما يروح الصوديوم يروح الماء فرح يبقى الماء اهنا وبعد ما تتسوي تخلي الجسمنا يذب الكلورايد والكاربونايت بالانتستينز يعني صار هنا نذب الكلورايد والأتش سي او ثري هذي اذني كلها ذبناها هنا فصارت الكترولايد كل شو هاي هنا فرح يلحقهم الماء فصار عدنا مية هواية بطن اللومن ما للانتستين فعنشون من المية هواية صار يعني اثهال فصارتنا دياري سين؟ ووتر فلوز اوزموتيك بول اوزموزيز يعني وينما صارت فالمي ينجبر يلحق من الالكترولايد فصارتنا في الماء والالكترولايد سوف نفقد الماء هوا والأملاح كلها والأسهال هذا يصبح دياري ماء هواية مثل ما قلنا نفقد عشرين لتر كل شو هوا يعني هذا الشخص على الأغلب حي موت اذا بدون يروح المستشفى نفقد عملا من قد ما بيها كمية ماء هواية راحصة تشبه الماء التمن أو فوح التمن فهو مثل الكوليرا وهمنا هذي نفسها نسميها منو يسوي دياري منو يسوي دياري انتيروتوكسيجينيكي الكولي منو يسوي بعد اسهالي شبه الكوليرا همنا انتيروتوكسيجينيكي دعونا نسوي هذه البكتيريا دعونا نرسمها جنطة جنطة دعونا نرسمها حتى تتذكرون هذه البكتيريا دياري 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 الآن نأتي على النوع الثاني دعونا نسوي الريكة بسريع لديها دياري 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 دقينا نص воورGA مع عاش短 بسطال جنطة حتى تذكرون دياري روز هذي يحفظنا على فرقة الأمي انتيروكسيج هذه أم النزيف حدها بلاي which creates a powerful shake like toxin هذا شنو لنقرأ this toxin inhibits the protein synthesis by inhibiting the 608 ribosome حسين هذه أنواع من الريبوصومات تعرفوها الريبوصومات اللي هو تنتج لبروتينات فإحنا من نوقف الريبوصوم حسين راح توقف البروتينات بعد ما نطلع البروتينات فاش راح يصير الخلايا مع الانتستن اللي هو تحتاج البروتينات حتى يعني تتكاثر وتعيش ما راح تصير عندها بروتينات فرح تموت الابثيليا سيزم مالتنا مال الشسم مال الانتستن فرح يطلع هيمورج نقوم نطلع دم زين نصر نزيف هذه الديارة أزبلادي مثل ما قلنا يعني هيموراجيك وسيفير أبدوم الكرامس راح تطلعلي فنسميها هيمورجيك كولايتس كولايتس يعني كولون الانفلاميشن التهاب القولون سين هاي ما بيها شي هنانا ها بعد اكو بعد شغلة لخ اللي هو مستوي هيمورجيك كولايتس هاي واحد من الأمراض المرض الثاني اللي هو هيمولاتي كيوريميك سيندروم هاي سيندروم كلش خطأ ومهم راح تاخذوها وين بالأطفال بس احنا نستخدم مرضها حتى من توصول الأطفال تتعرفوها هاي شو اس هو شنو عبارة هاي هيمولاتيك يوريميك سيندروم من اسمها هيمولاتيك يعني شنو ديصير همولاسيس يوريميك ديصير يوريميا وسيندروم هسن عب شنو بس خلي أشرح لكم مجد يصير خلي قراركم ياها بالبداية ديو تو هيمولاتيك أنيميا ورينال فيوريميا و ثرومبوسايتو بنيا اللي هو انتيروهيمولوجيك اي كولاي زين نسميها هذا هذا لازم تحفظون رقم ترى اسكريشيكولاي O 175 H 7 حفظوا منها سبعة بسبعة ال H هذي تعرفون داني ال O ترى نفسها داني ال O اللي أخذناها وال H دعنا أرجع لكم عليها حتى تذكروها ال H اللي قلنا عليها ما الفلاجلة هي هذي هذا O وهذا ال H حسنا مثلا عندنا هالقد فيعني حسب كل واحد ومسميه رقم فها مات O وال H إذن إذا نرجع وجلنا هنا هي هذي مسميها حسب يعني يا رقم ما ل O و يا رقم ما ل H فهذي اسم هذي دائما شافوه إذا تصيب الأطفال خاصة رح تسوي لهم اسهال قوي وورا هذا الاسهال رح يصير ل H U S اللي هو يعني يعني ما سيصير رح تقوم عندها صر هموليتيك أنيميا الدم مات تكسر يصير مثل الأبوصفار والإدرار مات يصير يطلع بيه هموغلوبين يعني الجسم جدي صغير يعني بالهذه لنفرض هاي كل عمالتنا واخو خلنفرض هذا فد آرتري أوكي ما سيصير من سيصير فد هذي انتيرو همورجيك الجسم رح يتفاعل إلهب أو خاصة هاي سبيشيز بالضبط الجسم رح كل شي يشوف فالشي قوي فصير إميون رسبونس كل شي قوية من ضمن هذي الإميون رسبونس البلايت لت صراحة يبدي تتخثر يعني تسوي هنا تتجمع حتى تسوي تخثرات بالهذه حتى بل كتنمنع عنه الانتشار من هذه البكترية زيان فاش حيصير يعني صارت هاي بلايت هاي بعدين تتجي رات دات سلز تمشي هنا من تريد تمشي هذي صارت دات فسل كل شي صغير من ورا هذني البلايت لات المتجمعة صار خثر بالحيط فرح تبدي تتفلش الار بي سي لأن ما تقدر تمشي بسهولة فصارت لي الشغلة الثانية اللي هو هيمولاتيك أنيمي بعدين هالك كدنيز مدى يوصل لها الجسم الدم الكافي بالإضافة الديهيدريشن ما للإسهال منها كده يصير فرح يصير عندنا فشل كلوي اللي هو فتزيد عندنا اليورية تقوم ما تطلع باليورن فتبدي تتجمع بالجسم فصار عندنا هيموليسيس ويوريمية وترومبوسايتو فسمناها هيموليطيك يوريميك سندروم هاي مرين عليها هاي فهو صح هو كلش خطر بس يونس منطقة اكو لقو نيمروس أوتبريك هاكيرد سيكندري توافكت هامبرغر ميت سيرف فاسفود تشين يعني اكو فيج سراسل من المطاعم تبيع هامبرغر فلقو انه صير هاية أوتبريك يعني مثل انتشار مع هذا ال انتيرو هيمولوجيك إيكولاي من ورد حمبرغاماتهم فقالوا على الأغلب انه الشسمة هذه البكتيريا ممكن تعيش بالكاتلز اللي هما ذني الاغنام يعني ما اللي يجيبون منها اللحم زيان رزرفور فور إيهك زيان فاستأخذنا هذه الشسمة انتيرو نحن موراجيك اللي هو يعني أم الدم اللي هو عدها بلعي وعدها الشقلعي هنرسمها همانا شون نرسم خننفض هي شي خننسوف شي خايف يعني عد هي عدها نزيف زيان خننطلع من حلقها دم حتى نذكر حتى تذكرون هاي همانا شنو شايلة شايلة الشسمة شكل عي توكسن وبعد شنو عدها بلعي خننرسم هل بلعي ماتها هي شي زيان وبعد شنو حرسم لها كيدنيز زيان حتى تذكرون ال HUS فهذا تريدون تذكرون حفظوها على هذا شي زيان نيجي على النوع الثالث اللي هو ما راح ناخذ غير هم ثلاثة انتيرو انفيس اي كولايب شنو هذي this disease is the same clinical features مع disease caused by الشيقلة شيقلة اللي هو غير نوع من البكتيريا بعديا تاخذوها مات اذا اخذوها لأولا حاليا بس على الغلبة ماتها المهم هي الصورة مع المرض مع ذاك تشبه مع الشسم مع هذه حناخذها جيد the main variance factor is encoded in a plasmid shared by الشيقلة and الشسم this plasmid gives the bacteria the ability to actually invade the epithelial cells يعني خلنا نفرضها هي على الغلب هي تشيقلة هالي اي كولايبالتنا العادية زيان جديها شيقلة زيان هذه الشيقلة زيان زيان من تعلم هذه للي كولاي شون تطلع توكسن نفس مالتها صير يسموها interior invasive escriti كولاي زيان هذه تحولت الى شسم مثل ها لين قامت تطلع الشيقلة توكسن شون تطلع عن طريق plasmid يعني صارت المعلومات انتقلت من هذه الى هذه عن طريق plasmid وتطلع وصارت زيان فصارت هذه صار أدها القابلية الى ادها القابلية انه تحفر وتمشي تحت ال epithelial cells اللي هو EIEC اللي هو anterior invasive اي كولاي هذه شبيهة تحفر small amounts of chica like toxin this invasion results in immune mediated inflammatory response ما طول هي بس فاتت بالشسم سا هنا باللوم ندخيل عبر فاتت الشسم الخلع المالتنا مع epithelial cells ممكن تعبر الدم هم المهم بس مجرد انه فاتت هنا صار immune response ضد ها رح تطلع فيفر وال white cells مالتنا رح تجي توصل لها المنطقة هم تعبر intestinal wall هنا و رح صل إسهال و عادة يكون bloody وتطلع مالتنا just like schigelosis هذا المرض هو schigelosis وال interinvasive اثنين هم نفس الشكل يصير بلدي diary و fever و أقوال بلدي cells عالية و اذن اجوال في كلها جيد الآن خلصنا diary وخلصنا ecoli سوف نجي على المنينجايتس بقاتل نهي وال sepsis مالتنا مالتنا من المنينجايتس من المنينجايتس المنينجايتس من المنينجايتس الذين هم مولودين عمرهم أشهر هو يقول المنينجايتس بس هي مو the most common لماذا المنينجايتس المنينجايتس هي group B streptococcus حس حتى مو عبار اللي هو l-ecoli هي most لا هي group B streptococcus حس دور the first months of life اللي هو يعني neonatal period the neonate is especially susceptible تكون منعه مات ضعيفة فلما تجي هذه l-ecoli تسوي لما نجايتس بكل سهولة النوع الآخر اللي هو ecoli sepsis يمكن ecoli reach the blood stream and cause sepsis منذ وصلت للدم سمينها sepsis صارت sepsis may occur secondary to urinary tract infection ممكن يعني واحدة هدها UTI هال UTI عبرت للدم صارت sepsis هدها زين and often the major clone associated with invasion منوى أم ecoli O 25 B ST 131 هذي النوع مشهور انه يسوي من UTI الى sepsis زين occurs وين صار بال hospital patient and newborn لازم أنت تكون منعتك ضعيفة يلا صغي لك sepsis لان عادة بسهولة يعني منع تقوية كان صارت كلنا وكان كلنا متنا رأس سبح الله النوع لماذا يحدث بهم لأن ما عادهم IgM antibodies تعرفو IgM antibodies وهي صغيرة 5 antibodies مشكلة واحدة وللوخ 1 3 4 5 5 هذا تفيدنا بالأكيوت diseases هم دولا شسمة ما عادهم لأن هم هستوهم يعني نيونايت شسمة صارت عنهم هذا صارت عنهم السبسز الآن نأتي أخير موضوع يعني خلصنا إيك سنأتي على Klebsiella pneumonia Klebsiella اللي هو شنية خلن نحفظها من اسمها هي موسمة Klebsiella يعني تشبه كلب خلن نفرض خلن نرسم تلب هذا 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 وذي له وهاي رجلة أوكي وهذه إذا يعني four limbs أوكي أوه هذا هذا إذا نترك إنكابسوليت أو يعني خلن نحفظه أو شي شنو هي إنكابسوليت يعني إذا O أنتجين سيئن سيئن بط إز نون موتايل يعني 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 ما عادها فلاجلة يعني ما عادها أنتجين سيئن فشنو من نحطها بالأقار رح نقاها تصدر كولونيز يعني يعني ثابتها بمكانها وما تتحرك ونلقاها بالنيزوفارنكس وفيسيز يعني شنو البداية مال الكلب ونهايته فنيزوفارنكس وفيسيز هي هاي اختصاص تروح للرأة يعني هي من الصح موجودة بالشسمة خليل نقول لكم احنا عندنا ممكن من المعلومة انه موجودة بالنيزوفارنكس والفيسيز مال الخمسة بالمية من النورمل اندفجول يعني الناس العاديين ويانا عايشين هي جزء من الفلورا مالتهم بخشمهم يعني عايشة او بالفيسيز مالتها تطلع طبيعي ما تسبب بس مرات من تنتقل هذه الشخص لأخماع هذه البكتيريا مثلا يكون الميونتي مات ضعيفة رح صغير لأخماع نيمونيا سوى مستشفى أو المجتمع نيمونيا صغير شون صغير البلادي سبيوتام مالتهم البلغم يصير لونه أحمر خمسين بالمية من الكيسيز رح تدمر لللنك تشيوز بحيث تصير كافيتيز يعني صغير مثل الفجوات بالرأي مالتهم السبيوتام من يصير البلادي ويا هيتشي تطلع ويا ميوكاس يصير مثل الفجي اسمه ريت كورانت جيلي هذي فاكه هذي هذي هذا ريت كورانت مثل الكشمش بس شوية أطيب بنسبة فيتاميسية عالية المهم هذا من يصير الشسم يعني يسو على شكل جيلي مثل المربى هذا شكل يشبهوها بالبلغمة مالتهم الكابسي الأمموني مرتار تيرايت 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 حتى روج قد تستعمل الانتيبايتك على الأغلب يموتون دولا يعني شوية خطرة هذا المرض فما بيشي هذا خلص الكابسي أستنجي على البروتيس اللي هو واحدة من البكتيريا المفضلة عدي الآن تشوفون ليش بطنها بروتيس ميرابيليز أو بروتيس فولغاريس هذي هي عايشة بال بس هي اختصاصها UTI بس يعني هدفها الواحد تستوي UTI كل يستحب ال-UTI فرح من توصل هناك رح تكسر اليورية نحن نعرض في الإدرامات نأكل يورية هي هدهة يوريس اللي هو يقدر يكسر اليورية من كسرت تسرت لهايدرولوس يورية رح يطلع لي من اليورية يورية أجاه يوريس تطلع لك أمونيا أمونيا نعرف هي مادة قاعدية فاليورين becomes alkaline منصر اليورين alkaline هايصير رح هم هاي البكتيريا رح تقدر تعيش أكثر لأن البروتيس تحب البيئة alkaline القاعدية رح تعيش أكثر رح تزيد نموها وهم منصر يوريس alkaline رح تزيد stones بالنسبة يعني صر حصو بالكل مع هذا الشخص زين منصر حصو أكثر رح تقدر تعيش هي أكثر بين هذين الحصوات فرح تعيش أكثر يعني تتكاثر بعد أكثر وهذا رح منزيد النمو مادتها بعد رح تزيد هي رح تزيد alkaline أكثر وبعدين تطلع لك stones أكثر وهي فالشي كل حلو إنه هي دا تزيد stones ودا تزيد نمو نفسها يعني تصير مثل الحلقة المفرغة إنه تتقوي من نفسها هذه إذا تشوف مادتها بالأقار من نزرح هي تصار شكلها لي هذي الشكل الغريب لأن هي كل شي موتايل هذي يسمو swarming يعني مثل الطير أو تفتر وهذا من وهذا حطيكم صورته هذا هو proteus من هو proteus هو من الغريك الآلهة الأغريقيين بالمال المثالجي واحد هو يعني إله البحار والأنهار والمحيطات بالنسبة لهم هو إذا تريدون تحفظو يعني هو صح بما أنه إله المحيطات فهو يمشي هواية هو قاعد من بل يريد يروح لل من من راح لل UTI راح يسوي ذن الحركة فهو يمكن تحفظو الموضوع كل عليه يعني هو فجي حلو صراحة اللي سماها proteus على أساس هذا الآلهة فجي يعني خوش فكرة صراحة إحنا استخلصنا هذه المحاضرة إذا أحد عد أي سؤال أو أي استفسار يرسلوني إن شاء الله إذا إحنا تقوم السؤال عجبكم إن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرات الجاية ومع السلامة بالتوفيق بالمحاضرات ترجمة نانسي قنقر